بخصوص الكلام الذي قلت لي أنه كان يقططع من جمل أنت كنت تقولها أو من ملاحظة كنت تقولها ماذا كنت تقول للطلبة؟ قضية التي أثارها المدير قضية أنك قلت لتلميذة أنت غير مسلمة صح؟ نعم مثلا هذا ذكرته في درس الصلاة درس الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى الصلاة فمن تركها فقد كفر صح؟ وأنا أعالج موضوع الصلاة فكان لابد أن أذكر أحاول أن أرغب التلميذ وكذلك أرهبه وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في الدعوة الترغيب والترهيب فكان لابد أن أقول لها أنت مسلمة تريد أن تكون مسلمة وغير ذلك كان لابد من استعمال هذا الأسلوب أخي يوسف وهذا الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استعمله القرآن الكريم في أسلوبه ترجمة نانسي قنقر